حاول واحدة تبنى الرأي المخالف عمره يبدولي سي عبيد البريكي يخليه جسما تعود على أنه وقت اللي يشد الحكم واحد ثلاثين سنة كما برجيبة فقط ثلاثين سنة معنا حتى مشكلة يشد الحكم بن علي ثلاثة وعشرين سنة معنا حتى مشكلة يشده الإسلاميين عشرة سنين معنا الناس تعودت على أنه اللي يشد الحكم يجند على الكرسي ونبدأه نتمنيه والربي وقتاش وقتاش فما انتقال وقتاش فما باساسيون وقتاش إذا كان يفشل يجيوا ناس أخرين يلقفوا عليه ويمنعوا ما يمكن الفرق بين رئيس الجمهورية اليوم والحكومة الحالية اليوم وبرجيبة مثلا وإلا حتى بن علي أنه فما ناس خدمة البلاد هذية برؤية باستراتيجية ببرامج نشوفه في التقدم بطبيعة عدينا فترات خايبة وقت برجيبة الله غالب معناها كبر وخرف ومعاتش نجم جاي انقلاب 7 نوفمبر عليش نقعدوا ديم هكا عليش من نعترفوش بالفشل ونقولوا لمن لمن أحسن أحسنت ولمن لم يحسن أخويا راجع روحك ولا عمل وقف التأمل ولا راني المساندة المطلقة رغم الدائي والأعدائي وتطلب من شعبي شو بس يصبر على شنو أحنا اللي قادمين عليه اليوم وربما يتونا نحكيه على نسبة التضخم اللي وصلت سيئة سيئة العشرة يعني عشرة وننتظروا في الأيام القليلة القادمة يعني شهر شهرين رايب شوصل للاحدة شو بس توصل للأطناش وقول للعبيد وقتها نهار تلي بشي مجي بواحد معاتش يروح بقفة فيرغة قلوا زيدوا سبر عشر سنين حاجة الأخرى اللي بيت رغابة على العبيد الأبريكي ما نجمش نسنى الرئيس عشر سنين وقت اللي عنده كله صلاحية الأخرين كانوا 43 حزب متقسمين السلطة مبعاظهما اتحاد يجبد ونهضة تجبد ونداي يجبد ويسار يجبد ويمين يجبد وكل حكومة التعمال لازم ترضى عليها المنظمات ولكشافة واتحاد المرأة واتحاد المحام والمحامين والطب وناس كل والمهندسين طيو الرئيس يخدم واحده ولا يتشاور مع أحد يعمل شهر ولا يحاور أحد اي على الأقل لنا ذاك يمشين في هذه الثنية ذاكي أعطيني إنجازات ما عش عندك شكون يجبد التالي وشكون يقول لك لا وشكون يعطى لك مرسوم قانون وشكون ما يعادي لكش في المجلس وكل شي الرئيس ينفذ ما يريد تنفيذه هذا فيه جانب شوي إيجابي نورمال ما يربحنا في الوقت احنا مناش قاعدين نشوفوا في ربحنا الوقت دونك عادي أنا منجموش نحاسب الرئيس بعد عشر سنوات حتى اللي حكمونا عشر سنين كان ينجمو يعملوا بحكمة دستورية رأنا ما وصلناش الوضع ذاكي اليوم هم اللي طالعونا قيص سعيد ان دي تاي المهمة دستورية هذي فرميلي دي تاي المهمي مرشا ما احنا قاعدين نحكيو في علاقة بالإنجازات رئيس الجمهورية ما عملش محكمة دستورية هتحدموا بشي عملها هتحدموا بشي عملها المحكمة دستورية اللي بيش يجيبشي كل أخرين ما عملوش وكذا وش بيكوا مزروبين ما تنسى حاجة بصلاحيات صلاحيات امبراطورة ورئيس الجمهورية عنده حتى المحكمة دستورية هو بشي عيين عمراء واختارهم معناها كأكبر واحد في كل حسيل يعني موصلين معكم بالأخبار نحكيه بعد شوي على بقية التسريحات الياثارة الجدل في الـ 24 ساعة الأخيرة نخجف فاسل ونرجع للبلتو